جملاء الأعزاء حكينا بالفيديوهات الماضية حوالي 44 مقطع مواضيع متنوعة بالأحصاء الحيوي وبالدراسات مواضيع ربما مملة كانت البعض خلينا نغير جو شوي اليوم ونلعب لعبين الذكر فيها أيام زمان معي قطعة نقود معدنية معي ربع دولار فيها وجهين وجه النسر أو العقاب ووجه أوصورة رئيس جورج واشنطن سوف نرميها بالهواء ونزل على كف إيدي الأعلى سوف نخمن جميعا الإجابة هل فعلا صورة جورج واشنطن الأعلى صحيح كلام صحيح أو خطأ واحد منتين الإجابة سوف تكون دعونا نجرب نعبنا رميتها فأنا لم أرى ما صراحة الجواب سوف أخمن معكم سوف أقول فعلا صورة جورج واشنطن الأعلى خمنوا أنتوا الجواب ما سوف أرى فيكم إياها خمنوا الجواب وسوف أرى فيكم إياها وفعلا صورة جورج واشنطن الأعلى طيب أنا كيف هزرت أنا خمنت تخمين ما عندي أي خبرة مسبقة جوابي سيكون كان صحيح 50% من الحالات و50% من الحالات الثانية سيكون جوابي غلط يعني لو قلت أن جورج واشنطن كان للأعلى مثل ما قلت فعلا جوابي صحيح ولو قلت أنه ما كان للأعلى جورج واشنطن وبالتالي سيكون جوابي غلط وأظن جميعكم وقع بنفس الاحتمال نصفكم جواب صح ونصفكم جواب غلط شو علاقة هذا الموضوع بالإحصاء وكيف أنني استفيد منه ليستفيد منه بشغلة أني أنا رميت هالقطعة هاي كونها ما أثرت على نتيجة الاحتمال ما غيرت من توقع إلى النتيجة فهي مثل إلتها برجع أقول هذا الكلام أنا رميت القطعة أنا عساس أن هذه الرمية أفترضها هي أني أنا عساس بحذر الإجابة من خلال هذه الرمية ورميتي هاي نتيجة الاحتمال تبعها إما حيطلع صح أو غلط بنسبة 50% 50% معنى ترميتي هاي ما لأي قيمة لأنه ما تغيرت قيمة الاحتمال أي شخص بدون أي خبرة مسبقة ما بيعرف شو قيمة هاي الرمية ولا إلا متدرب على قراءتها ولا إلا أي قيمة أي شخص بالطريق ما عنده أي تخصص لا بالعملات ولا بغير العملات بيقدر يجاوب على نفس الطريقة اللي جاوبتها أنا وحيطلع جوابه صحيح بالنسبة 50% من الحالات وحيطلع جوابه غلط بالنسبة 50% من الحالات هذا المبدأ الأحصائي الهام جدا جدا حتعرفوا تطبيقه بالمقاطع القادمة حبيت أحكيه بشكل مسلي أو بنوعا ما تذكرة بالأيام الخوالي عشان رسخ فكرة بالذهن أنا لما بعمل تست أو اختبار بيقسم لي النتائج بيعطينيها 50% 50% فهذا الاختبار لا قيمة له السلام عليكم